عاوز اقول ان احنا منتكلم على البرنامج ده بتاع رامز يعني واللي بيعمله مرتضى قاريت خبر كتبه احد الزملاء في اليوم السابق قال لك ازمة بين اقدرت الاهل وحب حفيز انا ما ازعجنش الخبر الازمة انا ازعجن حاجة تاني ان مشاركة عب حفيز بقى تقضية يا جماعة اتشارك في البرنامج ده حسامي البدري وهو مدير فني للنادي الاهلي في وجود كابتن حسن حمدي استاذ الادارة الرياضية في مصر حسامي البدري شارك فيه هكتور كوبر شارك فيه وعيني يكتب لك في الخبر اقول لك ايه ان منصب مدور الكرة منصب رفيع ليليق ان يشارك في مثل هزي البرامج برنامج هزاري عام تم كل الناس لك بتشارك في برامج هزارة على في القامرة الخفية ومش عارف الايه والحكاية وزكا وزكريا وزكية زكريا ومش عارف مسابقات زمان بقى كان بيقدمة كابتن ميت حد شلبي كانوا بيرقصوا واتنططوا وعملوا ويساوا ايه الحكاية فالمسألة الناس مكبرها مش عارف فيه كده حزب وخالد غندور مهتم اوه بموضوع سيد عب حفيز ليه لان سيد عب حفيز هو الوحيد في النادي الاهلي او هو الواجهة ملاش نقول الوحيد في النادي الاهلي اللي كان بيرد على مرتضى على مدار السنوات الماضية هو ومحمد مرجان مجلس دارة كانش بيرد هو اللي كان بيرد ففيه قطاع زي خالد الغندور كده ومن على شكلته ورفضين سيد فعمين ينفقوا في النار ملقوش حاجة في شغله فعمين ينفقوا في النار شارك في برنامج رامس ازاي شارك؟ هيبت الاهلي الحق وهيبت الاهلي قصو شارك في برنامج رامس وهيبت الاهلي لما كان بيشارك النجوم رمضان صبح في وقق الجمعة وسيد معاود وحمد فتح وكل الدين جابت شارك كل سنة 3-4 نجوم من الاهلي بيشاركوا يا دي مش هيبت الاهلي ولا هيبت الزمالك طب ماشي يا سيد الهبة هنا قسائد لساد عب حفيز وما قسيتش لطرق حامد ومن شرق وفرجاني وكل الناس اللي جابت روح المسألة للمعايير مختلة والموازين مختلة هو الغرض والمرض الناس ما بتحبش ساد عب حفيز فبتحارب ساد عب حفيز ناس عاوزة تتخلص من ساد عب حفيز في النار الاهلي فبالتالي بيقولك بقى بيتكبروا في الموضوع ازاي يشارك؟ طب لو الحلعة اتمنعت وما تزاعتش هيقولك برضو ازاي؟ ازاي؟ كان نشارك برضو ولا ننسى له كذا؟ نخرج من فيلم احمد فتحي ونقولك ان هو السبب في رائلة احمد فتح سرحيله فيه؟ ده محصول صالح قاد معاي وزاكرية ناصف وخلط بيبه وامير توفيه ونادر شاوي وراجل كان مش عاوز مش عاوز فالفكرة ان بعض الناس بتتوهم بعض الاوهام وعاوزة تصف حسابات شخصية على اوهامها يقولك هيبة الاهلي ده شارك في برنامج رامس جلال ده ما يشارك يعني اقسم بالله العظيم خالد الغندور نفسه يتمنى يشارك في برنامج رامس جلال وانا شايف له شات لا داعي بقى لا داعي لا داعي احنا في رمضان بس انا بتكلم على يعني ايه ده احنا يا كما عمش كده برنامج اللي عاوز يروح يروح اللي مش عاوز يروح ما يروحش انا واحد من الناس وروحت لما كنتش عارف اقسم بالله ويه ويه زاره وضحك وخلص خلص الموضوع ما هواش قضية طيب انت بتكلم فيه على هيبة الاهلي مرتبطة بالمشاكة في برنامج طيب لماذا لا يقرر مجلس زارة النادي الاهلي يصدر قرار بعدم مشاركة اي حد في مثل ازيل برامج طيب لماذا يرفض بعض نجوم الزمالك ونجوم النادي الاهلي هزور في قناتاي الاهلي والزمالك بدونها مقابل بيروحوا قنوات تانية عشان ياخدوا الخمسين الف ولا المية الف ما بيظهرواش في الاهلي ولا في الزمال ايوة بعض النجوم هو رمضان صبح مش ظهر في قن شفتوه في الاهلي هو شريف اكرام مش ظهر في قن شفتوه في قناة الاهلي هو خالد الغندور مش بيشتكي وعمال يلمح ويقبز على طريق حامد انه طلب فلوس عشان يزل في قناة الزمالك وبشتكي على الهو وبيلسن على الها نفعش الناس لازم تصف انفسها شوية من حق لعب القرآن يطلب هي القنوات دي اه بتحمل اسم الاهلي واسم الزمالك مش معاشوا ركاق اخرين زي ما قال لك الحاضر لو هنا ما فيش اعلان يبقى ماشي يطلع ببلاش ما هم نفس النجوم بيطلعوا مع نفس القنويات الاخرى وبياخدوا ونفس الرعالة هنا وما نفس الرعالة هنا فيقول لك اطلع هنا واخد فلوس وانتو عارفين لايبتوا الكهرة بيحب الفلوس وحقهم عمرهم قصير في الملعب عشر اتناشر ترتاشر سنة خمستاشر سنة والله العظيم خالد الغندور يتمنى يطلع مع رمز جلال والله العظيم خالد الغندور يتمنى يشتغل في الامبسي مش يشتغل يطلع ضيف فماسك مخلص على سادة ابحافظه على طريق حامد ايه يا عمي فيه ايه في ايه خف شوية حرام علي خف شوية حرام علي وارحم نفسك ارحم نفسك ارحم نفسك ارحم نفسك ارحم نفسك ايه نسبة لي خبر عاوز اقوله يعني ان الكابتل حسام عشور تشاور مع مجموعة من اصدقاء المقربين وقرر اعتزال كرة القانون اعاوز اقولكو على موضوع تاني حسام عشور خلاص بقى طبيخ بايد يعني اعتزل او ما اعتزلش ده قراره لكن بنقوله من باب ان دي معلومة قوة القرار كان في توقيته تعتزل او تستمر لكن حتى الان لسه بتفكر وغز يفكر ويفكر يا كابتن حسين هيعملوا قرارات الاهل ويتورها ويجددوها وانت مش هتكون موجود فيها هيضع عليك 300000 جنيه لك عليهم محمد كامل في الشهر وال120000 جنيه لدي هتخدهم من ناعد فعاوز تكمل دول ايه 400000 اعملهم كامل في الشهر في السنة 5 مليون ده بخلاف مباراة الاعتزال يبقى الاهل يقدر ويحترم ابناء يقدر وعطاء ابناءه المخلصين حقك انك تروح في اي حتة تانية بقى تلعب في اي حتة تانية عاوز اقولي النادي الاسماعيلي في مشاوراتهم مع بعض قالك نطلب ايف بار المحمدي وهو مدافع مش فرود في حال بيع وبيع نهائي استقروا على الاتي في ظل عرض النادي الزمالك 15 مليون جنيه وعنطر واسمه ايه التاني ده عنطر وعمر السعيد محمد عنطر وعمر السعيد وفي ظل عرض النادي الاهلي ليه مليون دولار واحمد الشيخ او حسين السيد او صالح جمعة يختاروا اتنين من نادي الاسماعيلي قرر طلب 30 مليون جنيه مقفلين والدفع فوري مفيش تقصيد والاتنين لعبة بصفة نهائية من اي نادي مش بيعارات كلام ده هم يا عم غور فنصبة تاخدك تبرر نفس المشاركة يا ابن انا فرحان اني شاركت في البرنامج وانت تقولي تبرر انا ما كنت شعف ان انا رايحه وفرحان ان انا روحته انت خايب ولا عبيت يا ابني برنامج هزار وضحك اي يا عم في اي انت مريد بقى في نفسك روح بقى تدفن في اي حتة ابعد عننا فالنادي الاسماعيلي حدد مبلغ 30 مليون جنيه واثنين لعبة ده الكلام التشوري فيما بينهم ومن بعد لم يبلغوا ادارة الزمالك ولا ادارة النادي الاهلي بهذا الامر لم يبلغوهم بهذا الامر وهذا القرار وباير المحمدي ما كسب لاي فرق اي لعب فيه لعب دولي عيبه بس ان هو يعني محتاج يعرف قيمة يعني ايه لعب دوله هو سنه صغير ماشي عاما انا عايف ان اسماعيلي يوسف شارك كل الدنيا شاركت وانا قلت لأ كل الناس الهصة دي بتحصل لها اول كم يوم ياريتني عرف تقفش زي الناس اللي قفش يا دخيبة روح لاي لاي الا الله لاي لاي الا الله تباري المحمدي الناس كلها عايزوا تتكلم في رامس وانا مش هتكلم في رامس خلاص انا قلت اللي عندي عشان سادق بحافظه عشان طريق حامد لان شفت فيديو فيه غل غل اتجاه الاتنين دول فيه غل ضد البرنامج مايعمل انت عاوزه كل واحد حر وانت لما كنت بترقص يعمل حجة وبتمسك ان حدي بيقول لك حاجة ما انت حر في نفس وانت لما رحت قعدت في برنامج الوادي مع هيفاء واهبي لمدة اربعين يوم وحد قالك حاجة ما انت وردك تلس نبطل كورة وكلام بشكل ده والناس قرارك الشخصي وحياتك الشخصي فما تلومش على لعيب ولا عامده الكورة تبا اسمعين ليصف طيلا تبا كل الناس بتتل المهم بس ده موضوع بر محمد عايز اقولك على حاجة تانية ان الاتحاد الافريقي لقرة القدم ارسله خطابة لكافة الاتحادات الوطنية بتحديد موضوع الدوري والكاس يمتهو امتى عشان الكافي يبدأ يحدد معي طبعا في الصعوبة جديدة ان اي حد يحد وطالهم لحاد المصري ان يرد عليهم في موعد اقصى خمسة ماية خمسة ماية يقول لهم هتلعبوا الدوري امتى وتلعبوا الكاس امتى وحاجات بالشكل ده الخطاب ده بيضع الدنيا كلها في ورطة ليه الدنيا مش واضحة يا جماعة بقمانة يعني الدنيا مش النهاردة رئيس وزراء فرنسا بيعلن الغاء الدوري بنفسه وفي نفس الوقت بيفتح المحلات والمدارس المحلات والمدارس المانيا الناس رجعت فيها تتمرن قور بقى لهم 73 بايرلميونيخ بروسيا دورتموند وغيره كله رجع يتمرن قورة تاني النهاردة انجلترا ارسنال وبرايتون وغيرهم وظنة وتنهام رجعوا تاني يلعبوا قورة تاني ويتمرنوا قورة تاني وده موضوع انجلترا من الدول الرابع دولة في العالم او خمس دولة في العالم متعرضة الى الاصابات لكنه قال خلاص الحياة لازم تمشي وتعود وحاجات بالشكل ده رجع النهاردة توتنهام وارسنال رجع امبارح واستهام برايتون ايطاليا وانجلترا والمانيا بيتزعموا عودة الحياة الى طبيعتها عودة الحياة الى طبيعتها وعودة الدوليات خلط القدم فرنسا رئيس الوزارة المانيا بيتمرانوا بقلهم اسابيع بارليميونيخ وبروسيا دورتومان دوشالكة رغم ان الدول دي يعني في مرتبة متقدمة من حيث الاصابات يعني فرنسا الرابع على العالم عندها 165 الف اصابة 842 يعني 169 الف اصابة المانيا الخمس على العالم 159 الف اصابة تقريبا بريطانيا 157 الستادس على العالم هولندا الخمستاشر على العالم مثلا عندها 38000 الف اصابة ولغت الدور وفرنسا النهاردة بتلغي الدورة لكن بتفتح المدارس بتفتح المدارس طب احنا هنا بعد اختاب الكاف ده اللي بيقول افتحوا خادر غندور طلع مع رامز سعلب الصحراء والله ما انا فاكر وقد النظر او انتو بتقولوا طلع ربنا كده في رمضان يرزقه كده الهداية وينق نفسه الفيديوهات موجودة يا خالد اللي كنت بتقولوا على مرتضة وعيانه موجود النهاردة بقت مصلحتك مع مرتضة بتقبض من مرتضة اقبض وعيش حياتك لكن كل شي قولك اصحاب القنوات اللي على اليوتيوب اللي بتطلع يقول كذا وكذا وكذا هتموت انت هتموت عاوز كل الناس كاره نادي الزمان ده انت كاره نفسك الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لا يسهل لا يسهل فهنا موضوع الدوري فيه اشكالية رهيبة جدا مسألة صعبة جدا دول متقدمة في الاصابة وبتقرر عودة التدريبات مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية ودول بعيدة زي هولاندا لغة الدول وفرنسا النهاردة بترجع المدارس وتلغي الدور بشكل مباشر فده امر صعب جدا ولكن هنا اتحاد القورة سلم وزير شابة الرياضة دكتور اشرف صبحي خطته لاعادة الدور وتصوره لاعادة الدور وذلك بتتوفق مع الاجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لاعادة الحال طبعتها لاعادة الحال طبعتها مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية وبرضو نادرة اتحاد القورة واصل اجتماعاته مع الجامعية العمومية وسلمهم شيكات الدعم اللي كل نادي النادي كان عندهم عنديد شمال السيناء كل نادي شيك بخمسين ألف جنيه وموضوع البند التمن سنوات هو محور الحوار البند التمن سنوات والمؤهل وفتح المجال لأي مرشح من عدم يعني انه 8 سنوات تبقى على المنصب ولا كمدة فمنهم قالك على المنصب يعني اللي ترشح عدو بعد جهة ترشح نائب اوامين صندوق او رأس تحق ومنهم اللي قالك ومفيش قمين صندوق حتى في اتحاد الكرة ومنهم اللي قالك انه خليها 8 سنين وميخشش تاني ومنهم اللي قالك 8 سنين ويخرج ويرجع على اي منصب تاني فعملين يستمعوا الى قراء الجامعية العمومية ويوجد اصرار رهيب من اتحاد الكرة على استكمال كاس مصر لان استكمال كاس مصر بيعني تخفض الجامعية العمومية الى 95 عدو وليس الى 300 وكسر وليس الى 300 وكسر انا هرد على اسئلة حضراتكم وتحت امركم في اي شيء بس والنبي يعني الحمد لله الحمد لله في كلام عن تمديد اعارة حسين السيد مع الصفاقسي لان الاهل عنده علي معلول وايمن أشرف ومحمود وحيد في كلام عن صفقة رابحة لنادي الزمالك محمد عبد العاطي قلب وسط ودي دجلة انه وقع على اقرار رغبة لارتداء الفانيلا البيضاء في الموسم المقبل وانه هو اتفع على كل شيء ولم يعود الا امامه انه هو ينهو الامر مع المهندس ماجد سامي والاتفاق والحصول على الاستغناء انا بقول لكم ان القيمة السوقية لكل اللاعبين بتنزل وان انا يمكن ان نخفض المسألة الطلبات الى مسألة متراجعة الى حد كبير جدا 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 هرد على اسئلة حضراتكم زوجة الستوزة عبد النصر زدانة عاملة ايه شريف حسن الحمد لله بخير وتواصلت معا اليوم والحمد لله تواصلت معاها طبعا يعني اخت عزيزة وفاضلة وفوق الراس وربنا يبرك لها ويشفيها ويعودها لبيتها بكل خير وصحة وصعادة واعتقد ان يعني ممكن بكرة او بعد وتخرج وولدة الستوزة عبد النصر هتخش بعدها برضه وعمليها في القلب الحمد لله الناس ما بتتطعس الناس ما بتتطعس من المانيا بسلم عليك احمد كامل اهلا بيك حسن حافظ اهلا بيك من الرياض بالمملكة العربية السعودية احمد ياسر بنحبك يا امك لأحبك الله انت وكل من يحبنا علاء محمد مهاجم الاهل الجديد لس تحياتنا من الغمر محمود محروس اهلا وسهل احمد بلال اهل شبرامل وزقافر ششتة وششتة بيمسا طب فين العجازية يا ابني نسيت العجازية ليه وشبرة اليمن وبدر حلاو وصنباط كلهم اهل يا ابني وزميلنا زميل دراسة كلنا كنا في صنباط الاعدادية والسنوية ربنا يبارك للجميع ويبارك في الجميع وياسر البيهواشي وحزم البيهواشي وعائلات فودة والخشن كل دول كانوا حبايبنا يعني وحسن وكله مجد صلاح احسن اعلامي في العالم ربنا يحفظك وبرك في عمرك محمد حسام وعصام عميرة تحياتي يا اونك العلاق موسى من السعودية اهلا بيك اهلا بيك حلقة رمز انت والله ولا عرف ولا حلقة صورت كده خطف انت رايح لاروة لقيت نفسك قدام رمز خلاص انت مع نجم كبير وبرنامج كبير واكبر برنامج في الوضع العربي وهزار وضحك ونجم كبير انت بيحبك وبتحبه وبيقدرك وبتقدره يا جماعة خلوا الناس عندها تسامح شوية كريم العراق اخباره ايه في صعوبة في المصر عشان عدم القيد محمد عماد دردير وانت بقال في صحة وعافية حبيبي حسن عادل حسني وانت بالصحة والسعادة بحبك يا اونك المحمد سعيد احبك الله احبك الله فتحه خضير الان وسهلا دي كيرنس ميد اهلا بيك يا ميد وسعد عيز اهلا بيكم ويحفظكم ربنا ويبرج في عمركم ويرزقكم الخير والسعادة ولا تنسى الدعاء للغير واللايك والشير الدعاء للغير واللايك والشير ادعي لغيرك عشان ده جزء من تهزيب النفوس وتربيتها انك تحب الخير للاخر انك تدعو للاخر وربنا يهديهم جميعا والله بما في المعام خلال الغندور ربنا يهديه وعن احنا ربنا يهديه واستحله حاله بحق الشعر الكريم هو امثاله وحد يكره ان الناس ربنا يهديها السلام عليكم ضمتم في امان الله اشتركوا في القناة